ما اعتبره الألمان تحفة دبلوماسية عام 2015 يراه بعضهم اليوم خدعة وقع فيها وزير الخارجية الألماني آنذاك شتاين مايا عندما أبرم الاتفاق النووي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لكن خبراء ألمان يرون أن هدف تخصيب اليورانيوم بمستويات قليلة تحول دون بناء قنبلة نووية إيرانية قد تحقق مؤقتاً الأوروبيون تصرفوا وكأن كل ما يجب تحقيقه قد تم من خلال الاتفاق النووي لكن يمكن أن نلاحظ أن الإيرانيين لم يوسعوا ويكثفوا برنامجهم الصاروخية بعد ذلك على نحو كبير فحسب بل إن الإيرانيين بدأوا منذ عام 2015 يتوسعون في المنطقة أيضاً لقد تجهل الغرب برنامج إعادة التسلح الإيراني برمته وتدخل إيران في الصراعات المحلية ويقول نوربيت روتجن من حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي إن الحكومات الألمانية كلها قللت من أهمية الأمر في الواقع لم يعيروا أي اهتمام لسياسات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة وسمحوا لها بأن تفعل ما تريد وكان هذا خطأاً فادحاً في سياسة ألمانيا الأوروبية تجاه إيران حتى يومنا خلال الانتفاضات في إيران عام 2022 بعد مقتل محسى أميني وعلى الرغم من مطالبة كثيرين لإتلاف الحاكم في ألمانيا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد طهران إلا أن ذلك لم يحدث حتى لا يتأثر الشعب الإيراني نقف إلى جانب المواطنين الإيرانيين خاصة النساء الذين قاتلوا بقوة ورمزية إنجاز التعبير من أجل حقوقهم وحرياتهم وأظن أنه كان من الصواب أن نحذو حذواً آخر مع إيران والسؤال الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن واضح من وجهة نظري وهو هل يمكننا الاستمرار على هذا المنوال؟ بعد الهجوم الإيراني غير مسبوق على إسرائيل يوم السبت أرادت الحكومة الألمانية أن تعيد النظر في السياسة الألمانية تجاه إيران فما الذي يتعين عليها فعله؟ الاتحاد المسيحي الديمقراطي دعا إلى التشدد علينا أن نستفيد على نحو كامل من خيارات العقوبات ضد إيران وينبغي أن لا تبقى الحال كما هي الآن فألمانيا هي أكبر شريك تجاري لإيران في أوروبا وينبغي إضافة الحرس الثوري الإسلامي على قائمة الإرهاب معاقبة وحدة النخبة التابعة للملالي ليست مسألة معقدة قانونياً فحسب ولكن ينبغي التفكير فيما هو أبعد من العقوبات ليتسنى احتواء إيران بفعالية كما يقول خبير شؤون الشرق الأوسط من الضرورية أولاً أن يتفق الحلفاء على استراتيجية الاحتواء أي أن يعمل الأمريكيون والأوروبيون معاً وأن يشارك الإسرائيليون وقبل كل شيء أن تشارك دول إقليمية مهمة مثل السعودية ويريد الخضر والاشتراكيون مثل هذه الخطة طويلة الأمد للشرق الأوسط ويبدو أن على الخارجية الألمانية بذل جهود أكثر للتوصل إلى ذلك